موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في الحلقة التالتة من الموسم الرابع من برنامج رمضان واشياء اللي بقدموا السنة دي برعاية حلواني النص التاني لمناقشة مسلسلات رمضان لعام عشرين عشرين شوية مقدمات كده في الاول في البداية عاوز اعتذر عن الغلطات اللي عملتها في الحلقات اللي فاتت انا في الحلقة الاولى بتاعت مسلسل النهاية غلطت في اسم الصهر الصايغ وقلت عليها صحر الصايغ ومبارح غلطت في اسم الشخصية بتاعت اسر ياسين وقلت عليها طاهر بينما هي عمر شوفوا حرف واحد بس في الكنين عمل ايه موضوع عمر ده عشان انا جبت الاسم من السنما دوت كوم والاسم طهر غلط تماما يعني انا ما كنتش فاكر اسم الشخصية حجات بطريقة دي ومقدما بعتذر عن الاخطاء اللي حعملها في الحلقة دي واللي حعملها في الحلقات اللي جاية والاخطاء مش هتتوقف يا جماعة لان انا بشتغل من غير سكريبت انا بشتغل بملاحظات فقط رؤوس مواضيع وبنطلق في الكلام من خلالها وبشتغل لوحدي وبتفرج على خمس مسلسلات احنا قريب قوي الاحداث هتبتدي تخش في بعض يعني مثلا حيبقى فيه فتوة رايح الحسانية عشان ياخد حقه بعدين حبتدي اقول طب هو ليه ما استخدمش الموبايل الفيوتشوريستيك اللي بيطلع فيش حاجات زي كده المواضيع هتركب على بعضها انا في ازمة انا في ازمة كبيرة يا جماعة ومحتاجكم توقفوا جنبي ارجوكم يعني واول حاجة محتاجكم توقفوا جنبي فيها هي انكم تعملوا لايك للحلقة تعملوا شير للحلقة من قبل ما نتكلم كده تشتركوا في القناة لو ما كنتوش مشتركين الف شكر لكم امن الدعم للحلقتين اللي فاتوا كان هايل جدا وشجعني اني استمر اكتر فبدل مطلب منكم حاجة انا افضل الصراحة ان انا اشكركم منقشة النهاردة هتكون للحلقات من واحد لخمسة في مسلسل البرينس وحتكون محملة بمعلومات كتير ممكن تحرق في الاحداث فبناء عليه لو حد ما شفش لغاية الحلقة الخمسة من مسلسل البرينس ويناوي يشوف افضل يقفل الحلقة دي دلوقتي ويبقى يرجع لها لما يشوفهم زي ما قلت كده احنا المناقشات بتاعتنا واخد شكل حر وان شاء الله بإذن الله بيبقى عندنا بث يومي على شبكة نيمو لو حد حابب انه يشرفنا علشان يتناقش معايا في القراء اللي انا قلتها في الحلقة او في اي حاجة اتكلمنا فيها وارد عليها على الهوى ممكن تنضموا اللينك موجود تحت في الديسكريبشن نقطة كمان انا كنت بعتذر دايما عن اني مش حطت مساعدة بصرية من خلال صور وناس لفتت نظري اني ممكن احط صور الممثلين بس اللي انا بتكلم عنهم لو ما كانش اسمهم معروف قوي عشان الناس تعرف بتكلم عن مين واخيرا في المقدمات ان شاء الله بإذن الله قريبا يعني على منتصف رحلتنا في رمضان كده هيكون في جوائز وحيكون في مكافآت ظريفة بيقدمها حلواني النص التاني فما تنسوش تتابعونا علشان ان شاء الله بإذن الله يبقى عندكم فرصة للفوز بهذه الجوائز مسلسل البرنس من بطولة محمد رمضان واحمد زاهر وروجينا ومحمد علاء ونور وداش وريم سامي ودنيا عبدالعزيز يا ربا حسس ان انا قلت اسمها غلط بس ان شاء الله يكون اسمها دنيا عبدالعزيز ونجلاء بدر احنا بنتكلم على كهاز طويل عريض عميق معقد ومش قادر ادي وزن الحد فيهم على حساب الاخر لان الدنيا فعلا شبه متساوية من خلال تركيز الاحداث او متقربة بلاش نقول متساوية السيناريو والاخراج والقصة والحوار لمحمد سامي في سابقها ما بنشوفهاش كتير ان هو شخص واحد المشروع دا يعتبر منتمي ليه بالكامل وانا شخصيا بحب المشاريع اللي من النوعية دي احداثنا بتدور في عائلة كبيرة شوية فيها قب متجوز اكنين اه ايد ابتدى من اول هنا هو كان متجوز تلاتة واحدة منهم طلقها تلات مراته مرادهاش ففضلت عايشة في البيت وبيصرف عليها والكلام دا كله ولكن علاقتهم مش زوجية بولدهم اللي منهم ردوان اللي بيقوم بدور محمد رمضان ابن المرأة الوحيدة اللي ماتت منهم وبناء عليه هو اليتيم الاوحد وهو الاحن قلبا على والده والاكثر رعاية ليه بمقابل اخواته الكتير اوي الغير شؤاءة اللي بيعملوا ابوهم بقحود وما كانوش قريبين منه وكانوا بيعملوا معاملة مش جيدة وعلى رأسهم الاخ التاني من فوق مش الاكبر اللي بعده على طول فتحي الاين بدوروا احمد زاهر ولذلك الاب لما بيموت والاخوة الاخرين بيبقوا طمعين في انهم يبيعوا املاكوا علشان يكسبوا من وراهم بيلقي ردوان بالقنبلة بان ابوه بعلوا كل الممتلكات بيع وشرا وان ما فيش بيع حيحصل وانه حتى مش بشكل ويدي ناوي يرجع لهم حقهم هو ده حقه الموضوع اتكتاب له والموضوع خلص ومن هنا بينطلق صراع كبير ما بين الاخوة كلهم وبين ردوان على الجانب الاخر وفي خطوط كتير فرعية حصلة في الموضوع منهم خطوط فرعية كتير في شغل فتحي بالتعاون مع ياسر مراته في النور ومراته اللي في السر اللي هي فادوة لقيمة بدورها روجينة القصة بتاعة البنت نورة وخطبها اللي طلع حرامي اللي هو قيمة بدوره محمد مهران بالتعايدات بتاعة اخته اللي هي نور اللي في علاقة حب قديمة ما بينها وما بين ردوان وانا مستحيل اعرف اللي من الاحداث كلها في الكلماتين تلاتة دول رغم ان احنا نتكلم على خمس حلقات بس واعتقد ان دي من المؤشرات الايجابية على المسلسل وانا لغاية الحلقة دي شايف ان احنا علاقتنا ما بيننا وما بين بعض انا وحضراتكم يعني ماشي زي الفل الحمد لله الحمد لله مسلسل النهاية عاجبني وانا مبسوط به وده الحمد لله تماشى مع اراء حضراتكم فما زعلناش مع بعض من اه مراجعة التلات حلقات الاولى من المسلسل النهاية نفس الموضوع بالنسبة لبميت وش هنا بقى لازم حاسس كده ان احنا حنخبط في بعض شوية انا مبخبطش في حد يا عم انا زي الفل الحمد لله الهوي حنتخنق من قبل ما نتكلم المهم القضية في مسلسلات محمد رمضان او اي مسلسل من اي مسلسلات شهر رمضان عموما هي انه بيبقاله يا اما اغلبية محبة يا اما اغلبية كارهة ولما المسلسل او البطل او المخرج او اي امكان يكون مثير للجدل شويتين فيا اما المسان ده بتبقى عنيفة يا اما العداء بيبقى عنيفة محمد رمضان الوحيد اللي صعب جدا تكسب معاه في مسلسلاته لانه مثير للجدل بكل تأكيد ولانه ليه محبين كتير جدا بعنف وليه كارهين كتير جدا برضو بعنف فانا مقدرش اكسب من هذا الموضوع وبناء عليه خليني اقولها بشكل مباشر مسلسل البرانس مسلسل جيد جدا 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 انا اتفاجئت بمستوى وبتعدد نقاط التميز اللي فيه وشايف انه حقيقي تخطى توقعاتي اللي عمرها في حياتها ما كانت اجابية بالنسبة للمسلسل وخصوصا بعد ما كنت شفت التريلر بتاعته هي بس في الاخر دخل معايا في المسلسلات اللي هتكلم عنها لاني كنت عايز خمس مسلسلات وقلت يلا ندي للموضوع فرصة حقيقي افاجئني حقيقي افاجئني بان المستوى مرتفع على عدد كبير من العناصر رغم انه كذلك مسلسل مش سهل مقدرش اقول عليه مسلسل غني على مستوى المايا دين اللي بيتواجد فيها زي ما قلنا في مسلسل النهاية وفي نفس الوقت مقدرش اقول عليه مسلسل ديق على مستوى الشخصيات والاحداث بالعكس ده مسلسل معقد جدا يعني انا بينما الناس كانت عمالة تشتكي من انها مش فاهمة اللي بيحصل في المسلسل النهاية انا كانت مشكلتي الكبرى ان انا ما معرفش الناس دي تقرب لبعض ايه واحنا داخلين على الحلقة الرابعة من المسلسل كل شوية اقول اه ده ابن فلانة الفلانية اللي كانت اخت معرفش مين انا اتفاجئت مسلا بان فتحي يبقى ابن ناجية امبارح بس في الحلقة الرابعة انا مكنتش واخد بالي من الموضوع ده ففي تركيب وفي لخبيط وحقيقة تصمامها بتهم بشكل كويس جدا مش عايز ابالغ واقول انه بيفكرنا ببعض الاعمال الملحمية الاجنبية اللي فيها تشابك كبير قوي في العلاقات ما بين الاطراف تمهيدا لان العلاقات دي ممكن تتفرع وتتفرع ويطلع منها جيل اول وجيل تاني ويترسم منها مواسم واجزاء وكلام زي ده بس حقيقي القصة بتاعت المسلسل واسلوب تقديمه يسمح بذلك لان التعائدات كلها مطيرة جدا للاهتمام ولان كل الشخصيات ليها وزن مفيش اخ او اخت او زوج اخت او حد من بعلاقة فرعية او خطيب الاخت او معرفش مين او كلام زي ده ملوش تواجد محسوس وملوش تشريح تم تقديمه على الشاشة للمشاهد علشان يفهمه ويتقبله ويربط او يكون علاقة بطبيعة معينة سواء ايجابية او سلبية مع الشخصية اللي احنا نتكلم فيها المسلسل علشان برضو ينكون واضحين والجواب يبان من عنوانه شكله مش اصلي يعني مش مش اصلي يعني قصته منحوطة من حاجة تانية لا احنا بنتكلم على خط احداث رئيسي اللي هي حكتنا الرئيسية مكررة شفناها في عمال كتير جدا على مستوى العالم يمكن الدراما المصرية بالتحديد فيه ناس كتير بتقولي ان المسلسل حمد اهلال للسنة اللي فدت او اللي قبلها كان قايمة على نفس الفكرة فكرة الابن اللي بيتم تفضيله من خلال ورثه وبعد كده اللي بيحصل والصراع والظلم والكلام ده كله انا افتكرت بشكل واضح مسلسل الليل واخره لما برضو كان فيه نقطة الظلم اللي مدفوع بغل مع الفرق ودي نقطة مهمة جدا لصالح الليل واخره طبعا يعني بس عايز ارجع لكم في النقطة دي بس قرب النهاية لما كل اللي انا عاوز اقوله يبقى عالترابيزة واقول لكم تكوين رأي او تفاصيل رأي دات مبنية ازاي وتم صياغتها ازاي فبناء انا عليه المسلسل ما بينفسش على الجايزة الاولى في الاصالة مش ده موضوعه وفي نفس الوقت ما هوش مسلسل منسوخ هو قايم على فكرة درامية مكررة لانها فكرة درامية قريبة جدا من الواقع وبتكشف كتير من طباقع البشر والامور متجهة في هذا الطريق عايز ازيد الطينا بلة حزدهم بلتين بس البلة الاولى اللي عايز اتكلم فيها اه رمضان ليه ابو والاب ده مات في نهاية الحلقة التانية وعيطنا شوية وعملنا عزق بس ما عملناش دفنة والاب ده ما كانش هو نفسه اللي مجيسده محمد رمضان الحقيقة انا بشكر المسلسل ده لانه اعاد لينا عبدالعزيز مخيون في دور قصير ولكن كان محسوس ومؤثر وساهم بكتير على مستوى الدراما وساهم قليلا كذلك على مستوى الكوميديا وانا شاكر لذلك يا جماعة انا بنبسط لما بشوف عبدالعزيز مخيون انا حسس ان رمضان باجواءه الشعبية الدرامية الترفيهية بتاعت جيل التمانينات والتسعينات اللي انا شخصيا بنتميله على مستوى الطفولة والشباب يعني ما عادش فاضل منه في واقعنا الحالي غير شوية كهارب في البلكونات وعبدالعزيز مخيون وصبري عبدالمنعم بس انا ما التلات حاجات دول لو اختفوا من اللي بنشوفه كل سنة في رمضان خلاص يبقى رمضان القديم ده كله بالنسبة لي انتهى فانا شاكر لهذا الموضوع وحابب برضو اشكر في اداء وحقيقي حاجة كنا مفتقدينها ومبسوط جدا ان احنا شفناها حاجة كمان البلة التانية بقى اللي عاوز اقولها في الموضوع احنا دلوقتي وصلنا لنقطة في الاحداث ممكن تاخد منحنى محمد رمضاني اوي اللي هو بتاع اخواته دلوقتي بيخططوا ان هم يقتلوه هو وامراته وعياله في تصرف متوحش جدا ممكن يكون صادم لحد ما بيتفرجش على المسلسل ولكنه انت بتتفرج على المسلسل وعارف طبائع الاطفراد المتداخلين في مثل هذا القرار والمجهود اللي بذلوا المسلسل في انه يبعهولك انه ممكن يكون اختيار عطرة بيزة بالنسبة للناس اللي زي دي فهو شيء مبلوع صادم جدا ومرعب جدا طبعا ولكن مبلوع مبرر دراميا طبعا انا خايف في الحلقة اللي فاتت بالتحديد كنت خايف من ان دا يتم تنفيذه ونبتدي ناخد السياق الانتقامي للشخصية اللي تعرضت لخسارة كل حاجة موجودة عندها في الدنيا والموضوع يقلب العنف واجرام وامور زي دي ولكن انا لما رجعت للتريلر حسيت ان احتمال الامور ما تمشيش في الموضوع ده واتمنى ان دا اللي يحصل الحقيقة لان لو خدنا الموضوع في سكة العنف انا شخصيا ممكن اتقفل شوية من المسلسل وفي الحتة دي برضو عايز اوضح ان التريلر يبدو انها ما كانتش موفقة قوي لان لما تتفرج على كل حلقة وترجع تقارنها بالتريلر هتحس ان التريلر كشفت اكتر من اللازم في الاحداث طيب احنا كده تكلمنا على حاجات كتير ممكن تكون مش كويسة ايه بقى الكويس ايه بقى اللي ماسك الموضوع ومخليني بتكلم بشكل ايجابي بشكل عام عن المسلسل ان هو دراميا متماسك المسلسل على مستوى الحدوطة او على مستوى الشخصيات معقد ومتماسك بالتأكيد في ثغرات بالتأكيد في شوية تساؤلات من الحلوة الجميلة اللي بنحطها على التويتر ونرسم وراها كما وش بيدحك او وش عامل كده او كلام زي ده بس السؤال المهم وهو ده اللي انا قصدي عليه لما بقول تعالوا لما نوصل لنقطة المقارنة نوضح احنا بنتكلم ازاي مستوى التساؤلات اللي احنا بنسألها او بنترحها عاملة ايه يعني احنا لازم حنسأل احنا لازم حنطرح تساؤلات على ايه مسلسل بنتكلم فيه احنا حتى وإحنا بنتفرج على الليل واخره اللي انا بعتبره المرجع الرئيسي لازاي تعمل مسلسل فيه صراع عائلي على مر الاجيال بالشكل ده ويتعامل بشكل حلو كنا بنترح تساؤلات وإحنا بنتفرج على الليلة الحلمية كنا بنترح تساؤلات وإحنا بنتفرج على الشاهد والدموع كنا بنترح تساؤلات وانا هنا بتكلم على اهرامات الدراما المصرية بدون اي بدون اي مبالغات يعني يمكن الليل واخره بس مش في التلاتة كبار مثلا بس الحاجات المهمة قوي بس وإحنا بنترح تساؤلات وإحنا عندنا شكوك وإحنا عندنا تعليقات المهم مستواها عامل إزاي مستواها ممكن يصل لدرجة حاجة فيها فجوة أو إن إحنا على الحلقة الخامسة بقى عندنا عشرة خمستاشر صدفة متحكمة في الأحداث أو إن إحنا عندنا شخصية ممكن تكون إبلت بقرار لا يشبه مفردات طبيعتها على الإطلاق أو إن الأحداث بتاعتنا فيها شخصيتين رئيسيتين والباقي كله كنبرس مش ده اللي حصل في المسلسل البرينس إحنا عندنا تشكيلة فريدة جدا كلها ملحوظة زي ما تكلمت عندنا حق رئيسية مكررة ولكنها معقدة بالشكل الكافي وبتطرح تعقدات كتيرة جدا درامية تخلي المشاهد يتعايش مع الأحداث وعندنا عدد كبير جدا من الخطوط الفرعية والحقات الفرعية اللي برضو مثيرة للاهتمام والمسلسل مديها حقها من الرعاية والعناية أثناء التصميم وأثناء التقديم عجبني جدا على المستوى الطرح الدرامي إن المسلسل ما بيحاولش يبعد عن القرارات الصعبة أو المواجهات الصعبة بصوا جماعة من الحاجات اللي كنت بقرع عنها لما كنت بتابع موضوع الدراما والكلام ده كله حاجة دحك شوية معلش أخدكم برا الموضوع بسحرجعكم تاني مسلسل فرنز على الفكرة الأساسية بتاعت إنه هم ست أبطال أيمين بالأحداث كلها كان دايما بيجري بسرعة جدا لأنه يفصلهم عن بعض أنا عاوز تشاندلر في حتة بيعمل حاجة عاوز فيبي وجوي مع بعض بيعملوا حاجة عاوز روس وريتشل مع بعض وعاوز مونيكا بتعيط على ريتشيرد مثلا أو حاجة بالطريقة دي مش كتير وإن كان برضو وإحنا بنتكلم على عشر مواسم يعني فحصل إن ألم الستة مع بعض في مكان واحد لأن ده بيطرح تعقيدات كتير جدا على مستوى الكتابة الدرامية وعلى مستوى الأداء مسلسل البرينس في خمس حلقات في كل مرة كان المطلب الأساسي إنه يحط عدد كبير من الشخصيات مع بعض في مكان واحد ويطرح تعقيدات على مستوى الكتابة وعلى مستوى التصرفات وعلى مستوى القرارات وعلى مستوى الأداء التمثيلي وعلى مستوى الحوار اللي رايح جايبه بين أربع وخمس بدي أدمين بيتكلموا في نفس اللحظة بالأمور دي كلها وما كانش بيخاف منها ما كانش بيتورى منها وده جديد أنا ما بشوفوش كتير يا رماعة فكرة إنه آه مسلسل بتاعنا في خمستاشر شخصية مثلا على سبيل المثال وكلهم مهمين بس اتنين اتنين أو واحد واحد أو تلاتة تلاتة وتلاتة تلاتة جي بعد ما يخلصوا نقوم نحضن بعض كأننا جبنا جون البرينس كتير جدا كان بيطرح مشاهد من تلاتاته ومن اربعاته ومن خمساته ومن ستاته والستة دول بيتكلموا مع بعض والستة دول عندهم تعبيرات مهمة الكاميرا بتتطبعهم بشكل كويس جدا مهتمة أو فاهمة كويس قوي مع كل كلمة بتتقال رد فعلي مين هو المهم وحتى لو ما كانش بيتكلم وحتى لو بس عاوز تاخد منه اشارة هو صدق ولا ما صدقش اقتنع ولا ما اقتنعش ناوي على ايه واخد انهي سكة كل ده كلام محترم جدا وعجبني جدا برضو إن الكاميرا ما بتتفحلطش ما بتتفلحطش مش عارف ان يعرفيهم اللي صح احنا قلت الكنين وانت اختروا بقى اكتر من اللازم اه طبعا لسه عندنا الدرون اللي مغلبنا ده مادام رايح في حتة لازم اروح اجيبها من سقفها معلش جبناه ودفعنا رخصته وشحناه يعني هنعمل ليه لازم نستخدمه معلش نعدي دي لكن غير كده في في عناية بالمهم لان المسلسل ده مش مطلوب منه انه هو يكون ملفت بصريا مش مطلوب منه انه هو يكون بيتكلم كتير في كل عن حاجات كتير كويسة في التقنيات وفي شوية حاجات برضو اكيد سلبية عاوزين نتكلم عنها يعني انا قلت المسلسل ما قدمش سبع تمن صدف لغاية دلوقتي بس قدم صدفاية بتاعة ردوان وهو نزل من عسلم لما شاف صورة فتحي على في الباب المفتوح عند فدوة في نفس العمارة اللي هي عايشة فيها بالكلام ده كل يحسب للمسلسل انه هو خد وقت كتير وبدل مجهود في فرش ده بحيث انه هو ما يبانش صدفة بالكامل ولكنها ما زالت تحسب كصدفة عندي تحفظ كبير على المسلسل في خلق ميزان ما بين الخير والشر والخير الاكبر عندنا بيمثله ردوان وردوان ملائكي اكتر من اللازم والشر الاعظم في المسلسل بيمثله احمد زاهر او فتحي وبيمثله بشكل شيطاني اكتر من اللازم وانا طول عمري مقتنع بان البطل الجيد لا يجب ان يخلو من الخطايا والشرير الجيد لا يجب ان يخلو من الفضائل فيمكن في حتة ردوان يبقى فيه تساؤل لانه فعلا وضح انه هو عنده مشكلة في العلاقة الغرامية انه هو بيحب واحدة ست غير مراته ومش قادر يحبها بنفس الطريقة وعنده تضارب من هذا الموضوع ومش قادر انه هو يتماشى معها بشكل كويس لغاية الحلقة الخامسة كان فيه تساؤل كان عاجبني جدا حوالي نيته في موضوع الطمع في الورث ده انا كنت اتمنى ويطلع طمعان فعلا وشايف انه هو حقه ودي من الحاجات العظيمة والرائعة والمرعبة درامية اللي تم تقدمها في الليل واخره ان يحيى الفخراني كان اوصد يغزل مخواته وكان عنده سبب بس السبب ده نقل من عنده هو جانب شيطاني الرجل كان نفسي كان نفسي والله بس معلش انا بتفرج على القصة اللي قدامي مش القصة اللي انا متخيلة فردوان عنده ردوان ليه وعليه تعالوا نتكلم في ده لكن زاهر ينهر السودون طيان يا جماعة شخصية فتحي انا مش بلو محمد زاهر على الاطلاق على فكرة طبعا ده تصميم الشخصية وعلى فكرة تكسيد كله جيد جدا مع بعض العلامات البارزة في رأيي الشخصي من خلال الكاستنج شويسيز او قرارات التوظيف العجيبة زي بتاعة روجينا في دور فدوة يخرب بتسنين الدنيا حاجة تماما بطبيعة اصلا ما شفناش اي حد تاني في الدنيا بيجسدها قبل كده وبنت اللي زينا هيلة فيها هيلة بصراحة انا اتكلمت سلبايا على روجينا كتير قوي قوي يعني على مدار المسلسلات اللي اتكلمت عنها قبل كده المرة دي انا ما عنديش غير ايجابيات بصراحة حتى الكامرة اللي زعقت فيهم اعتقد ده في تصميم الشخصية عشان كده العيوب انا بنسبها لتصميم الشخصية مش لأداء الممثلين فتحي على الجنب الاخر انا مع فتحي بعد ربع ساعة مش هقول بعد الحلقة الاولى بعد ربع ساعة من احداث المسلسل كان ارتكب فولات اكتر من راموس في تاريخه كله تقريبا يعني ما كانش فاضل غير انه يلوث المجتمع وانه يقتل قطة صغيرة لسه مولودة بالعربية بتاعته وهو ماشي وكده يبقى خلص كل حاجة في الدنيا وصولا لدرجة ان هو لا يستحي ولا يرتعش ولا يتردد ثانية فكرة ان هو يقتل اخوه وامراته وولاده يعني مش عارف حاسس ان شخصية فكرة كانت محتاجة بعض الفضائل مفهوم ان هو عنده اسباب كتير للغل اللي هو فيه وللحقد اللي هو فيه وللطبيعة السلبية اللي هو فيه وللشر المطلق اللي هو بيمثله ولكن مش موزون مش موزون بالقدر الكافي فيه اكتر من كده شويتين ممكن يكون عندي تحفظ على مستوى القصة في نقطة الوصية اللي تم الكشف عنها في الحلقة الخامسة طيب لو الوصية دا بتكتب الكلام دا ما تشيره مع الناس وتقول عمله كزا وانا تديكم كزا وخلصنا يعني افاهم كويس اوي انه بيمثله وفاهم كويس اوي انه ممكن الوصية تكون بتقول لا اما الكلام دا وتمشي مش لازم يعرفوه انت لازم تسبك عليهم المسرحية او لازم ما عرفش ايه والكلام دا كله بس هي من ناحية بتساهم في ملائكية الصورة بتاعة ردوان وده مش من الحاجات اللي عجباني قوي وعلى الجنب الاخر المفروض ان ردوان برضو يكون قلبه على اخواته شويتين في حتة انه يغششهم المعلومة ويديهم الطريق او يمدي ايده ويخليهم يعملوا المطلوب خصوصا في الناس اللي الامل فيهم قريب مش بعيد زي عادل اللي بيجسده داش وزي لا هو الحقيقة بس كده يمكن ياسر مش عارف مش عارف حقيقة مش عارف وبرضو على فكرة وحنا نتكلم على ياسر محمد علاء بيقدم اداء انا مشوفت الشبه هو قبل كده منه وعجبني جدا جدا وعجباني كمان نجلاء بدر في دور زوجة ردوان ده اللي انا عاوز اقوله يا جماعة شوفوا التساؤلات اللي بنسألها على اي مستوى مش على مستوى الصدف مش على مستوى ممثل مش عارف امتى يتكلم وامتى يسكت مش على مستوى ممثل بيلقي كلامه لما تدور على المفعلات ما تلاقيش مش على مستوى كاميرا رايحة جاية مش على مستوى واحد بيهز الكاميرا وهو مش عارف بيعمل كده ليه مش على مستوى منظرة اكتر من اللازم في البروداكشن ديزاين ملهوش اي اضافة على مستوى اللي بيحصل احنا بنتكلم على مستوى يليق بحد الاحداث دفعته لانه يتعايش معها ويتجاوب معها والاحداث ديت لا تتسم بالسودوية المطلقة وده اللي انا كنت خايف منه المسلسل لغاية دلوقتي بذكاء شديد جدا بيحقن 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 بعض اللحظات الكوميدية الكوميدية بجد بقى انا بتكلم على بحك تدميع يعني انا بتكلمك على خمس مسلسلات منهم المسلسل المأساوي اللي فيه واحد وامراته وعياله حيتقتلوا دول وفيه ناس ماتت وفيه ناس اتعملت وفيه ناس ظلمت وناس بتجر في المخدرات وكل البلاو اللي انت عايزها في الدنيا وهو ده المسلسل اللي اتحكتي فيه من قلبي اكتر مرة من بداية رمضان بالتحجيد في المشهد بتاع عبد المحسن بتاع ادوارد لما راح لردوان قال له يشاركه في كباري انا اتحكت دمعت يعني اتحكت عملت بوز لغاية لما اخلص دحك اللقطة اسمحولي اقول عليها عبقرية بتاعة عبير الحرباية اللي هي رحاب الجمل اهو ده كاستنج شويس مش مفاجئة ومش قصدي حاجة سهلبية بس هي دايما بتعمل الادوار دي لما كانت ايما تفتح الباب وبعدين من اندفاعها خبطت بركبتها في ركبة امها وفي طليقة ابوها والاتنين مسكوها يا جماعة دي لقطة تلقائية جدا انا معرفش فكروا فيها ازاي وممكن تكون حصلت بالصدفة وهما لعبوا عليها برافو اعمل كده اكتر عبد المحسن لما راح بيت رقفة وحاشر جنبه في الكنبة والتاني بيقول له ما الكنبة كتير قاله بس فاتحي هيقعد فين انا بموت في الحاجات دي بموت في الحاجات دي في الحاجات الصغيرة الطبيعية اللي بتحصل في بيوتنا كلها واخيرا تلاقي مسلسل او عامل درامي فاهمها وعارف انها مش بس بتخفف الاحداث مش بس بتقرب من الواقعية لا فيها رسائل وفيها حاجة تتقال وفيها حاجة مفيدة بناء على كل ده عاوز اقول ان انا متشجع لتكملة مسلسل البرينس واشجعكم ان انتو تتفرجوا عليه واتمنى ان هو يرفع راسي فيما هو قادم لان المسلسل لسه عنده القدرة انه ياخد منحنى سيء يخليني اتقفل منه فالدول فرصة يا جماعة حقيقي اللي اقفل من المسلسل على المعطيات اللي احنا عارفينها من مسلسلات محمد رمضان اعتقد انه محتاج يبص بصة بص بصة على حلقة تفرجوا على حلقة اية واحدة ما عجبت فوش خلاص زي الفل ولو خاد منحنى سيء متلمونيش والنبي انا لغاية الحلقة الخامسة بتكلم بعد كده انا معرفش ايلا حيحصل واه هو لسه عنده القدرة انه ياخد منحنيات سلبية في حاجات كتير انا قلتها مش عجباني مش عجبني المشاهد بتاعت الاداء الميلودرامي المونولوجي بتاعت الشخص اللي بيقعد يفضي مشاعر لجوه قلبه ويعيط ويعمل شغالة وما فيهاش مشكلة ومش مبتذلة ولا اي حاجة في الدنيا بس انا احب اكتر الماتشاط انا باموت في الماتشاط الماتشاط اللي كان فيها خمسة ستة بيتكلموا مع بعض دول وبيتكلموا ما بيزعقوش برضو المسلسل في اول كم حلقة كان عنده مشكلة انه كان فيه زعيق شوية زيادة انا احب الماتشاط قوي اموت في الماتشاط يا جماعة بس ده اللي عندي عن مسلسل البرنس لغاية دلوقتي يا ريت لو حد بيتفرج عليه شاركني بانطباعه ورأيه الف شكر لحضراتكم على المشاهدة يا ريت تعملوا شارعوا لايك للحلقة اشتركوا في القناة